أنتم الآن في نشرة الموجز شرع المغرب في استيراذ زيت الزيتون من إسبانيا في خطوة تهدف إلى سد الخاصص الذي يشهده السوق الوطني في هذه المادة الأساسية والذي ترافقه زيادة كبيرة في الأسعار ويأتي هذا القرار في ظل انخفاض حد في الانتاج الوطني نتيجة موجة الجفاف وفشل سياسة الفلاحية وعلى راسها برنامج مخطط الأخضر في توفير ما تحتاجه سوق الوطنية من هذه المادة الحيوية وأفادت مصادر مطلعة بأن مجموعة من التعاونية المغربية حصلت على الترخيص اللازمة من الجهات المختصة لبدء استيراذ زيت الزيتون من إسبانيا أكبر منتج لهذه المادة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتشير التوقعات أن المهنيين المغاربة قد يتجبون نحو أسواق أخرى مثل تونس التي ينتظر أن تحقق إنتاجا قدره 325 ألف طن من زيت الزيتون هذا الموسم لضمان استمرارية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي المتزايد عبر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه إذا استمرار السياسة الفاشلة التي أدت إلى الارتفاع الكبير في الأسعار وترجع القدرة الشرائية للمواطنين واختلاقوا معارك هامشية لإشغال الرأي العام عن القضايا الملحة والاحتياجات الأساسية وفي اجتماعه الأخير تطرق الفضاء إلى تداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية النتيجة عن ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وغياب فرص العمل وفشل الموظومات التعليمية القضائية والصحية كما حذر من تزايد اليأس في صفوف الشباب مما دفعهم إلى الهجرة القصية الجماعية كما حدث مؤخرا في الفنيضق ومن الإضرابات التي تشهدها قطاعات حيوية مثل موظفي وزارة العدل المحامين المفوضين القضائيين طلبت الطب والصيدلة والمهندسين وانتقد الفضاء المغربي تغييب المنهجية التشاركية في صياغة عدد من القوانين المهمة مثل قانون الإضراب وقانون المستر المدنية والجنائية وقوانين التغطية الصحية مشيرا إلى أن هذه القوانين تنتهك الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية وتستهدف حق الدفاع ودع السلطات المغربية إلى إعلان إقليم تاطم منطقة منكوبة وتعويض ضحايا الفيضانات والسيول مع توفير شروط العيش الكريم لسكان الإقليم وفي سياق آخر طالب الفضاء بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلين الحركات الاجتماعية بما في ذلك معتقلي حراك الريف والنقيب زيان دعيا لتحقيق انفراج حقوقي شامل وأدن الفضاء المغربي ما وصفه بحملة التشهير ضد المدافعين عن الحقوق والحريات دعيا إلى إسقاط المتابعات بحق الصحفيين ورموز الاحتجاجات الاجتماعية مثل الصحفي المهداوي أعلنت الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين عن خوض إضراب وطني ذري لمدة أسبوع كامل ابتداء من الرابع عشر وحتى تاسع عشر أكتوبر الفين واربعة وعشرين وذلك احتجاجا على عدد من مشاريع قوانين التي تناقش حاليا وأوضحت الجمعية في بيان أنها قررت تعليق عملية التبلغ في المادة الجنحية اعتبارا من واحد وعشرين أكتوبر الفين واربعة وعشرين وحتى إشعار آخر تحدده الهيئة بناء على ما يخرره المكتب التنفيذي لاحقا كما قررت الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة العدل يوم الواحد والعشرين أكتوبر الفين واربعة وعشرين من الساعة الحدي عشر صباحا حتى الواحدة بعد الظهر بالإضافة إلى تعليق تنفيذ الإجراءات في المادة التجارية بدءا من واحد وعشرين أكتوبر وحتى الرابع نوانبر الفين واربعة وعشرين أعلنت محكمة العدل الدولية أمسى الأربعاء انضمام بوليفيا إلى دعوة لبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وقبل بوليفيا انضمت كولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك إلى هذه القضية ضد إسرائيل التي تحاول نفي هذه الاتهامات وفق ما أفادت وكانت فرانس بريس وذكرت بوليفيا في طرابها الذي أعلن الأربعاء حربا إبادة الجماعية التي تشونها إسرائيل مستمرة وقرارات المحكمة ما زالت حبرا على ورق بالنسبة إلى إسرائيل وكانت بوليفيا أعلنت في نوانبير قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب ما وصفته بهجمات غير متناسبة تشونها على غزة وفي حكم صدر في السالس والعشرين يناير أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة للتوصل بجديد الأخبار تابعونا على صفحاتنا بمواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر